السلام عليكم ورحمة الله هذا نبات المشرية أول كان تعصر البذور بذور المشرية تعصر ويستخرق منها حبر للكتابة هذه البذرة تعصرها ويطلع منها مادة سائلة لونها أخضر بعد لحظات يتحول لونها إلى اللون الأزرق المسود أزرق إلى السواد هذا أول تجمع بذور كمية كبيرة وتعصر ثم يحفظ ويستخدم للكتابة هذا بدأ لونها يتغير صدونا أزرق ماير إلى السواد فليس للجد بنفسه أثر من غير توفق وإلها من صدر ولم يكن إلهام دون كد في الشرع ينفع لمستعدي فكل واحد من الشيخين جاء بوجه وهو ذو وجهين ترجمة نانسي قنقر